بسم الله الرحمن الرحيم لحساب او ايجاد معادلة انحضار الخطي باستدابل الحاسبة 991 EX اولا بنضغط على menu ثم نختار رقم 6 او نتحرك من اسهم الى اسفل لغاية ما نوصل لرقم 6 هتلاحظوا انها هي كلمة الاحصائيات او الستاتيستيكس اضغط عليها او اضغط على طول مباشرة menu ورقم 6 احصل الشاشة اللي قدامنا بيقول له ان variable هو يسوي A A A plus B X انحنا عايزين معادلة الحدار الخطري وبالتالي اختار رقم 3 اختار رقم 2 اختار رقم 2 بيعطينا هو الجدول بتاعنا لقيم X وقيم Y ببدأ ادخن قيم X وقيم Y طبعا اللي فوق دي عبره عن الخطوات احنا اللي عملناها فهنمشي بها بنفس الترتيب مرة ثانية الخطوات يبقى هنعمل الاحتي هنعمل الخطوات من جديد يبقى الخطوة الاولى اضغط من يوم وبعدها 6 تظهر للقائمة اللي قدامنا اختار رقم 2 اظهر للجدول بمجرد من يظهر الجدول يبقى ببدأ دخل البيانات بتاعنا يبقى عندي الالقام اللي عندنا مثلا 27 12 13 10 30 45 20 20 اللي بالنسبة لبياناتها الـ X هتحرك يمين بالسهم وانزل بسهم الاسفل عشان احصل انا اوصل لاول اول ايه اول بيان في الواي ابدأ ادخل البيانات الـ Y اللي هي عبارة عن 46 28 40 34 36 وانزل وكده اربعة حين كده ادخلت كل البيانات المطلوب اعمل للحين عشان اقدر اوصل الى النتلان طبعا انا لو ضغطت على AC بتتمسح الشاشة ولكن بيظل هنا توضيح بيقولنا كنت ما زلت ان هنا في قسم الاحصاء في معادلة الانحدار الخطي اللي هي Y بالسوء A زائد BX اخلي بالي هنا A هي الحد المطلق B هي المعامل X اما بالنسبة للمعادلة اللي تحتنا الاساسنا نمنيجي نعوض هنا طبعا احنا بالعربية في الدولة اغرب الدولة عربية بيكتبها AX زائد B اهم هي يعرف ان B هنا على الحزب هي معامل X فبعوض عنها في معامل X في الدالة او المعادلة الموجودة عنها وبالتالي بضغط على مفتاح الـ Option اللي هو OBTN هيظهر لي بي الكلام اللي قدام دقتي اربع اختيارات فانا اهمني اللي هو رقم ثلاثة الـ Regression Calc اللي هضغط عليها رقم ثلاثة هيظهر لي عندي عموبة عشرة Y بالساوي A زائد BX والبيانات بي ذكرني كمان بالمعادلة عندنا الـ A اللي هي الحد المطلق 23.94 عندنا الـ B اللي هي 0.9577 هي قيمة مين الـ B اللي هي معامل مين معامل X وبكده انت حصلت على المعادلة في مرة واحدة ذي الطريقة اللي بيستخدامها من الألة حزبة اللي هي 991 EX طبعا 991 EX هي نفسها 991 تقريبا ARX نفس الكلام يعني تقريبا ما فهاش اختلاف بس ممكن اختلافها في الـ 6 عندما اضغل الـ 6 ممكن اضغل رقم ثاني فممكن اعرفها من خلال الشاشة من خلال التنقل من خلال الشاشة شكرا لكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته